حكومة عادل عبد المهدي حكومة عاجزة تتقاذفها صراعات الكتل السياسية والأحلاف منذ ما يزيد عن ستة أشهر مضت على ولادتها حتى أن ثلاثة وزارات سيادية فيها وهي الدفاع والداخلية والعدل لا تزال تعمل بالوكالة بسبب الخلافات الكبيرة بين الكتل والأحلاف السياسية التي تتحكم بمصيرها الصراع السياسي أبرز معالم حكومة عبد المهدي التي يبدو جليا من خلال تصريحات الكتل والأحزاب والأحلاف أنها تلتقط أنفاس النزاع والخلاف والشقاق وتبحر بعيدا عن استقرار العراق فالحديث اليوم في العراق بات عن سحب الثقة عن هذه الحكومة التي باتت مشلولة كما يصفها الكثيرون ائتلاف دولة القانون وعلى لسان نائبه السابق في البرلمان جاسم جعفر وجه رسالة لمن يسعون لسحب الثقة عن حكومة عبد المهدي قائلا إنه لا يمكنهم فعل ذلك إلا بتشكيلهم الكتلة الأكبر في البرلمان وبما أن الخلافات تغمر تحالف البناء والإصلاح أكبر التحالفات تحت سقف البرلمان فلا قلق على وجود الحكومة حسب تعبير النائب تحالف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي لوح بدوره بالوقوف ضد حكومة عبد المهدي والانفصال عنها في ظل ما سماه استأثار بعض الكتل بالقرارات والمناصب وحذر التحالف في بيان له من أن استحواذ بعض الكتل على القرارات سيكون له تأثير سلبي على المشهد السياسي في البلاد كذلك حذر تحالف الفتح على لسان النائب عبد الأمير تعبان من عودة العملية السياسية في العراق إلى المربع الأول بعد تلويح تحالف سائرون بفسخ الميثاق الذي وقع بين الطرفين قبيل تشكيل الحكومة من جهة أخرى هاجم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشير زيباري حزب الدعوة الذي قال إنه لا يملك شيئا جديدا ليقدمه هذا الهجوم على حزب الدعوة تزامن مع تصريحات كثيرة تروج لعودة نور المالكي إلى السلطة آخرها كان على لسان العضو في الحزب سامي العسكري الذي قال إن المالكي هو الأقدر على قيادة العراق إلى مواصفه ببر الأمان في هذه المرحلة